الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون عمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٍ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاجْعَلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارًا وَاجْعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَاجْعَلَ بَيْنَ البحرين حاجزا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُظْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُظْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُنُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْسُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا وَرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَبُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الرحمن الرحيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدْ عَلَيْهِمْ وَلَا الضُّرْنِينَ آمِن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يؤيكم البرط خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم